السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد وليوم شاء الله سأنتقسم معكم معرضة بحوطة المعمرة على طريقة التي تخطوك بحوطة مع مرافقات بطريقة جديدة خطيرة بزاف سهلة ضروري تجربوها بالصرفون علش كنتكلم بجميع التفاصيل خصوصا السيدات اللي كيديرو الكوموند اولا اللي عندها شخطبة او مناسبة سأنتقلتكم التكلفة بشحال تقنط عليها بالتفصيل مع الثمن ديال البيع بنسبة السيدات اللي كيبيعو طريقة ديال الطهي ضروري تتبعوا الفيديو الاخر باش تكتشفوها باش الحوطة ما تنشفش لكم وتبقى لكم طرية واحتسر لدى ديالا فكنتمنى كيف العادة تتجعوني بلايكاتكم وتعلاقاتكم اللي كتفرحني بزاف وإلا كانت أول مشاهدة لكم القناة فألف ألف مرحبا بكم ضغط زر شراك فعل الجرس باش توصوه بجديد كل وصفات ان شاء الله فكامدوا بسم الله أول حاجب الشرمولة غادي نديروا معلقة ديال قصف الريابس هنديروا معهنس معلقة ديال اللي بزار وكيف كتشوفوك نعبر معاكم ديما بالملعقة ديال يعني الملعقة الصغيرة غادي ندير ملعقة ممتلئة جيدا من الكركم اللي هو الخرق و معرق هندير معلقة منصوحة من زنجبيل وغادي ندير تقريبا واحد جوج معلق من تحميرا اللي هي الفلفل الأحمر وديما كنمسحوا المعلقة باش مني كنبغو نديرها فتوابي الاخرى يعني ما ننفسدوش العطرية ديال ديال واحد اللي معلقة من توابيل ديال السمك اللي متوفره ليه ما متوفراش ليا غادي نخليلي التركيبة ديال لأسفل الفيديو باش يحضرها وغادي نضيف الملح نملك طبعا ما نكتروش منه نديرو على حسب الضوك حتى نضوقه من بعد عاد باش ننعدله وبنسبة للملح فانا درجوش ديال أدواق يفكتشوفو معايا دات الملحة العادية ودرتحت الملحة الثانية اللي لم توفرها لكم هي كتضيف طعم إضافي في أطبق ديال السمك ضفت شوية ديال الفلفل السودانية توم مهروس تقريبا واحد الراس ديال توم مهروس ربع كأس ديال العاصر ديال الحامض وغادي نضيف أيضا زيت تقريبا واحد نصف كأس ديال زيت زيتون مع زيت المائدة غادي نخلط هاد المكوينة جيدا مبعدياتها وغادي نضيف كإضافة في الأخير غادي نضيف هنا يا واحد المعالقة تكون ممسوحة من الكمون ما نكتروش الكمون باش ما اعطيناش المرورة واحد ربع ملعقة حتى النصف ملعقة ديال الزعتر ليكون يابس ضفت أيضا حتى ورقة سيدنا موسا إلا ما عندكمش مطحونة فاديروا الورقة ديال سيدنا موساها كوريقات ضفوهم فيما بعد غادي ناخد هنا الشعرية الصانية كنضير له واحد للجمعالقة صغارة من العطري ديال الحوج وكنضيف عليها القليل من المغليان وكنناخد حتى الفتر الأسود حتى هو كنضيف ليه المغليان غادي نوريكم كيفاش يكون الشكل ديالو وكيتنفخ في المو كيتضاعف يعني هادي را خمسو عشرين جرام اللي خدمت بها را غادي تضاعف وبالنسبة الشعرية الصانية فكنضير غير واحد لكمية من المغليان وكنكمل بالمعادي ديال الصنبور باش ما تبقى لينا نفرقه مدينش معجنة جانبا في مقلعة على النار كنضير زيت زيتون مع زيت المائدة وكنضيف حبتين متوسطتين من البصل ولا حبة ليه كبيرة يكونوا محكوكين أو لمطحونين مزيين كنضيف واحد جوج معالق من الشرمولة اللي حدرنا وكنبقى كنقلي فيهم هاد البصلة هادي حتى كتشوه حليه وكتدبل وما تبقى شدة فراسه هادي شوه حمزين انا غادي نقطع لها ونخلي على نار اللي هي مهيلة على ما نرجع للشعرية الصينية كيف كتشوفو معايا كنسقطرها من هادا كل ما ديالها وكنقطعها من بعد غادي ناخد هنا يا الفتر ممكن تخدموا بالمعلب او للطريق دائما الفتر كيف درش معاكم بسطلة ديال الحوت فراه مكيت تغسلش يعني الفتر غاي كنحيدو لي هاداك البلاسة الراس اللي كيكون فيه الطراب وكنحيدو لي هاداك القشرة الخارجية كنشدوه من الوسط لبرة وهو اللي غسلتوه كيلوة يعني معروف ان الفتر مكيت تغسلش كنحيدو لي غير هاداك القشرة اللي كتكون على برة غادي نقطعوه وممكن كيف تلكم تخدموه بالمعلب غير هما را كيبقاون في السامن الفتر الاخر من الاسود يعني مني كيتنفخو كي ننشلو واحد وجمارات وكنتحنو في الطحانة ممكن تقطعوه انا غير كنبغي ما يجيش بين كي يجي عتل الدكتر كنرجع البصل كيف كتشوفو معايا تشحر غادي نضيف لي دابل انواع ديال الفتر نضيف لي واحد تقريبا نص حامضة اللي حيت لها قطعتها هكا القشرة بوحدها واللوب بوحده كنضيف الزيتون اللي ان الحشوة بنتليه شاحفة فاضفت لها تقريبا واحد يجمعها لقديل زيت زيتون سافيو غادي نبقا كنش حرفيح تكيد بلا هاداك الفتر وما كيبقاش هكا مغرزة زياني ما يبقاش قاسح من بعد غادي نضيفوا السلسة ديال الحار على حسب الضوق وغادي نضيفوا السلسة ديال السوجة هاتشعج كليكم الملحة ضيفوها غير بالقياس حيت لها الحامض وحتى هادا الاضافات اللي كنضيفو كتكون مالحة ضفت جوج معالق ديال سلسة السوجة الخفيفة وضفت هنا كيف كتشوفو معايا البقدونيس مع القزبور كنضيروك واحد الكيميه اللي كتكون يعنيها كوافية دابت تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق نضيف هذه المرحلة الكروفيت اللي كيكون موصول ومسقطر ونضيروه على نار اللي هي مجهدة باش ما يطلقش نلمو وكام بقاو كنشحروه مع ديال الحشوة اللي كتكون هي كلها ناتجة كام بقاو كنشحروه فيه بسرعة دغية كي طيب نضيف في الاخير الشعرية الثانية تايل اطلق الكروفيت هي حجرة غادي تشربها ليا وطبعا كيميه ديال الشعرية الثانية فانا كي تكتشوفوا معايرة درتها وافية حيث غادي نضيف بها المرافقات نضيف الزيتون اخضر وغادي ننخلط الحشوة ديالي سافي الحشوة دبرا واجدة غادي نطفوع عليها ونخليوها جانبا تبرد ما ندروهاش فلنعمروا شبه الحوتة وهي سخونة باش هاديك الحوتة إلا كنا غادي نعمروها في إنا مرحلة كنعمروها وهي سخونة إلا كنا عندنا الفرن واجد باش ما يوقعش هادا كله شوك والحوتة ديالنا يعني تتريح حوت كيف كتشوفوا معاي انا خدمت هنا بسامك الابيض اي نوع كتفضله ديال السامك وحيث الحوتة تبارك الله طويلة فحيت لها هاداك الديل ديالها قطعتوا طيب شو معه ولكن ما ما دخلش الحوتة به في الفرن كان في الحوتة ديالنا طبعا بعد ما كننظفوها كان في اللحبات الشكل هذا وطبعا غادي تقول للسيدة حيد لهذاك السلسول ديالها واخويها لكم من الداخل كان ديالها شرموها مادرش فيها المعدنوس علاش باش مجينيش ديال الحوتة كلها مرشوشها كتتحرق عليها مبرة وكيجي عاطفة واحد شكل مازونش كان نتبلها من هادوك التفليحات اللي فلحت بسكين وكانتبلها من الداخل ومن بعد كان بدأ كان عمروها بالحشو كان عمروها حتى ذاكر الفلاصة ديالراسة هو كان قول سيدة اخوه لي وكان نضفوه حتى هو كان عمروه كانتبلوه وكان ديال الحوتة اللي كتزي طيبة وسط الحوتة اللي كتزي بنينة سوف نعمرها مزيان وما غاديش ندير لها العواد لان هاداك الورق ديال الطهي اللي عمرت فوق منه هو كافي غادي فقط ندهنه بالزيت حتى هي مني تبدأ تبرد كلسق عليها الورق ديال الطهي فضروري ندهنها بالزيت من الأعلى ديالها سوف نطوع لها الورق ديال الطهي بهذا الشكل هذا ونعاود نزيد كيميه اخرى اضافي ديال الورق ديال الطهي باش مني نغلفها ونزمتها ما يقيساش الورق ديال القذرين الورق ديال الالمينيون بالنسبة للسيدات يعني اللي بغوا بيحضروها ويحتفظوا بها بحلكة في تلاجة حتى الوقت اللي يكسروا المرافقة سوف تكون شيء عاد باش يطيبوها او اللي سبقى لكم احتل يعني حتى تديروها في الليل وحتلها قد عاد باش تطيبوه ما كترا ليها والو غير غلفوها مزيان والحشوة بنتعمروها بها تكون الحشوة باردة ما يكونش سخونة غادي نغلفها جيدا ندخلها الفران كيف غا تشوفوا معاي كم صخن من قبل على أعلى درجة باش مني ندخلوها هير ما كتاخدش وقت كتير في الطهي ندخلوها الفران ديالني يكون سخون باش الحوش يبقى لي نفسي فران ديال الغاز فحته هو غادي ندخلوه يكون سخون على أعلى درجة الحوش ما كيبغوش يطبع الماظل هي مهيلة باش الحوش ديالني مينشفش من ما ديالو ما تلقي متاكليفة يعني كيجي ساحف عادة الديل حتى هو غادي نكرر معه نفس المسألة وندخلو الفران بنسبة الفران فانا شعلت عليه الأعلى والأسفل كيف كتشوفوا معاي وكان نديروه على ما بين مئتين ومئتين وخمسين يعني تقربان وحد مئتين وثلاثين درجة وغادي نخليه جانباني طيب بالنسبة للمدة ديال الطهي فغادي نقولها لكم فيما بعد حلقة دالية وكندوز هنا يوجد أول شكل من المرافقات فقديت رابعة ديال دقيق مئتين وخمسين جرام لبقيق الأبيض ضفت عليه ملعقة ديال الملح او لنصف ملعقة ديال الملح او لنصف ملعقة ديال صغيرة كنضيف العطرية ديال السمك وقليل من البودرة ديال التوم للتنسين مع القليل من الزعتر كيف كتشوفوا معاي مطحون غادي ناخد هنا ايه 25 جرام ديال الزبدة يعني نصف الكيمية ديال دقيق وتكون باردة وغادي نحكاف الحكاكة الغلايدة باش يسهل علي الدمج دياله ودائما كندوز الزبدة هكا في الدقيق من بعد كنناخد هذا الدقيق ديالي وغادي نرمله جيدا يعني كنبدا كنرمله كنبس بس به الدقيق بهذه الزبدة باش متبقاش ليا هكا باينة كنضيف من بعد حبة ديال البيض كيف كتشوفوا معايا قادي نضيفها على هاد الخالط وهذا الحبة ديال البيض هى لا غانت تنشمع بها هاد العجين هاد المرمل بنسبة الماء فانا ما كنضيفوش في العجين ديال الكيش حيات العجين ديال الكيش انا كنفضل ان نضيف ليه واحد معلقة زبدة لانا نضيف ليه لما هذه الحبة البيضة غير تكون كبيرة لها تجمع لكم الخالط نجمع عليها تشكل هذا ما كندلكوهش ضروري غير نجمعه بأطراف الأصابع ونحاول انني نشكله عليها شكل كيف ما بغي يشموهم غير يتشكل ونجمعه في بلاستيك ونديره في طلاجة وحت شوية شد فراز في هذا الوقت هدا غادي ندوز نوجد الحشوة ديال الميني كيش فغادي ندير زيت زيتون مع زيت المائدة نضيف نفس المقلات اللي طيبت فيها الحشوة اللي عمرت بها الحوتة نفسها باش بقى في هذه الشرمولة جيبنينة غادي نضيف قليل من الملح مع حبة كبيرة من البصل نصف ملعقة من الفلفل الأسود اللي هو اللي بزار ونبدأ كنشحرف هاد البصلة هادي حتى كيولي اللون ديلها شفاف وكيدخلها الطياب يرا هاديك العسارة اللي كانت في المقلة هي اللي كدي تتبنن هذه الحشوة هادي ومن بعد ماكة الدبال غادي نضيف لها هناي السبانخ ليزيبينغ لي مقطعهم هاكا غلاد حيث هم مراد فيسع كي طيبوا يعني ماكي ياخدوش وقت لي هو طويل غادي مقاك نشحرف فيهم حتى كي نشفوا من هادك الماديالهم وكي يعني كي دبالو هنقول لكم كيلوه هادي ضبت ليهم القليل من البودرة ديال التوم وغادي نضيف من الافضل ديرو التوم بودرة حسن من التوم الطريف هاد المرحلة هادي ديال ليزيبينغ غادي نضيف ايضا معالقة من العطرية ديال الحوت القليل من الزعتر ومعالقة من البقدونيس كيف غا تشوفوا معايا والكروفات يلا عندكم الكروفات الغوز يعني اللون ديالو وردي فهو اللي كي يجي افضل من هاده هذا كي يجيبين في الشوفة ولكن ما كيجي نيش انا بنين ورا معروف ما كيكونش بنين كي يجيغير هاكا معمر العين غادي ننخلطه على نار اللي هي مجهدة دائما باش الحشو ديالي ما كتلقش الماء وفي الاخير كنضيف واحد جوج معالق من الجبن اي جبن متوفر ليكم وغادي نبقا كنحركم هاكا وما اللي غادي نعلك بيوم هاد الحشوة هاد الحشوة ديالها هاكا تجي حتى كحشو ديال السمك را هاكا تجي عو ثاني شي حاجة جديدة وبنينا غادي ننشحرها على نار كيف كتشوفهم مرتافعة كيدو بالجبن كنطفي لها وكنخليها جانبا تبرد كنرجعو للعجين ديالنا كنخليها نرش عليه الدقيق وكنبدأ كنتلقو بسمك اللي هو الرقيق كننقو دائما نرشو واحد الكيمية اللي هي بسيطة ديال الدقيق ونحركم اللي عاجين باش ما ينصقش لنفس سطح العمل من بعد كنناخدو واحد القطعة اللي هي دائرية بالحجم ديال القوالب اللي غادي نخدمو فيهم وكنبدأ كننقطع العجين ديالي بهات الشكل والبواقدي ما ديال العجين ما كنن ندلكوهمش غير كنجمعوهم على بعدياتهم ونعودو نتلقوهم كنناخد اول كورا ديال الاولى اول دائرة قطعتها غادي ننقادها في القوالب لما ندهنوهم الزبدة حيث العجين فيه الزبدة كنبدأ كننقاد فيهم بات الشكل هذا اي شكل ديال القوالب نتوفر ليكم خدمو به انا درتها دو حيث هم اللي عندي صغيرين عندي ما صغر منهم ولكن صراحة توضروا لي عندك النار اللي بغيت نخدم صافي قضيت بهذا كان بقى كنن ندور معاهم كاملين نضغط عليهم والعجين هذا رم هكي يحتاج لي برد لوالو ركيب قشد شكل ديالو غير حاولوا انكم تبتوهم زيان من الجوانب كانت تقبو من الوسط ومن الجوانب وغادي ندخلهم الفران مسخن من الاعلى ومن الاسفل حتى كي تابونس طيبة في هذا الوقت هذا كان ناخد واحد جوج فلفلات غادي نشويهم على النار بعد ما كيت شوي وكنديرهم في بلاستيك غدائي وكنخليهم حتى كي تزمتو وكنقشرهم ما نغسلوهم شخصنا ديك البنة ديال شوي تبقى فيهم هادو ما لغا ندير بهم الشرمولة ديال بنجال كان نضاف على هاد جوج فلفلات الملح على حسب الطوق جوج معلقة ملف الفلة حمراء نصف معلقة عفوا ونصف من الكمون كان ضاف الفلفل الاسود لي هو اللي بزار نصف معلقة كان ضاف القز بوريابس معلقة لي تكون ممتلئه القز بوريابس ركي يتواسه بعثا بزاف مع الحوشوات كان ضاف فلفلات السودانية على حسب الطوق مني ما كيبغاش الحار ما يدفوش انا كان بغاية الحرفة ولكر ما كنديرو نقيس على حسب اللي غيا كل معي كان ضاف واحد ملعقة من الكوركم وكان ضاف نصف معلقة من الكاس من العسر ديال اخوامض ما غير ممتلئ وكأس غير ممتلي ايضاً من بين زيت زيتون وزيت المائدة كنخلط نطحن هذه الحشوة مزيان حتى كيدو تطحن هذه الفلفلة شو اللي عندي سائلة عاد باش من بعد كنضيف لها واحد ربعة دروس ديال تشوما وكنعاود نطحل لكل صفي الحشوة ديالي راها واجدة مطحنش معها البقدونيس باش ما يخضرهاش يعني القصبرون مع دنوس عدي بجوج مطحنشهمش معها باش ما يخضرواش هذه الحشوة كناخدوا الدنجال اللي يكون مغصول من قبل كنخليولي هاداك الراس ديالو وكنفلحوها كعلى ربعة كنمشيو حتى للراس ولكن ما نقطعوش كنخليوه مشدود من راس ديالو طبعاً ليلة بانتليكم فيه شي ضربة فحاولوا تحيدوه وصدقوني هاد الدنجال بها الطريقة هادي لغنديل معاكم مراك يجيب بنين بزاف صبق لي ودرتوا معاكم شحل من طبق صبق لي ودرتوا معاكم بدون ولا قطرة ماء هاد المرة هادي باش نتفادوا انه اعد درت كمية لية كبيرة و باش نتفادوا انه يلسق حيث كيال اخوات اللي عندهم الكوكوت كتلسق فغادي نديرو معاكم كمية لية بساتة ديال ما فكناخد الدنجال اللي كيف كتشوفوا كله كنعمروا بهذه الحشوة من الوسط ومن الخارج ديالو ومن بعد كنصفو بهذا الشكل هذا في الطنجرة ديال الدقط هوارا من بعد غادي يطحو خيجي حبا لحبة مش مشكلة كناخد كاز ديال ما كنشلل بهذاك الإناء اللي كانت عندي فيه الشرمولة وكنسكبوه هادك كاز ديال ما هو لغة تافيه هنديرو اللي نغلقوا الكوكوت نديرو لها السفارة على نار اللي هي متوسطة حتى كالسفر كنخفضوا النار اللي هي مهينة ونخليوها عشرة ديال الدقيق فهذا الوقت هذا غادي ندوز لتقديم ديال المائدة باش هكا على ما يطابوا المرافقات يكون عندي الميدا ديالي واجدة نسبة لسيداتلي دائما كيسولوني باش نصحهم بشي مكان لي ياخدوا منه لاناب او لي ياخدوا منه هدايا العريسات ولا حتل النفايس فالامين هوم هي احسن بلاستاذ عم نصحكم بيها خدمة انا شفت المنتوجات ديالهم واجبتا عندي حتل الدار وكيف كتشوفوا معايا كنوريها لكم خدمة اللي مخدمة بالصم الحر ما كيطارش ما كيتغيرش لي اللون ديال وغا تاخدوم عنده لا لاناب ولا المفارش اللي كيكونوا هكا ديال السواني كيف وريتكم ولا حتل فوتات واللي عجبني عندهم انا عندهم بحلقة سيري مثلا انا خديتوا الفوتات اتاخدوا الفوتات معهم مثلا اللي بغا تبديهم ها ديال العروسة او لا هكا حتل شي وحدة نفيسة ولا حتلين احنا ريوسنا نفرحوا براسنا فكتاخدي لاناب مع هالفوتات ديال هكي يجي فيهم نفس الموتيف واحتل يعني حتل الليزور ديال البيوتة ديال يعني ديال بيت نعز كتاخدي شي حاجة اللي كتجي هكا هماوية وتقدري توري تحت لبناتك وحتى السيدات يعني اللي كيخافوا هكا لاناب ديالهم الطاشا فبلص ما كنديرو هاداك القلع اللي كيجي عايب كيخسرنا الطبلة فهد لاناب لي سيميلي كويغ عندهم هما النوعي ديالهم جيدة علش حتمضو بلين كيسبروا الحرارة ما كيتفزروش مع المدة وحوكي يجيو فيهم نفس الطرزة اللي كينا في لاناب لي تحت منهم كلهم مرشوشين بالسم الحر حتى الفوطات كيف كتشوفوا معايا تحتهم هاكا الضياف شي حاجة اللي هي هماوية وحتى كادو كدي شي حاجة اللي هي راقية وبالنسبة لأمينهم را كيديرو التوصيل داخل وخارج المغرب وتوصيل سريع يعني اللي بغا يتواصل معاهم انا خلي لكم الصفحة ديالهم وحتى الرقم ديال هاتف ديالهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف وحتى في اول تعليق قدي نضس دابا الحوشوة ديال الميني كيش فادرجوش حابة ديال البيض ضفت عليهم معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوة ومعلقة صغيرة كبيرة عفون ديال نشا الملح ولفلفل اسود وكأسيا اما ديال يوغ الطبيعي او ديال الكريم السائلة اللي متوفر ليكم غادي نخلطهم جيدا ما بعدياتهم وهذه هي لاباراي ديال الكيش اللي غادي نعمر بها لكيش ديال اللي كيش بعد ما كيطايبو وكنخليهم حتى كيبردو وكنعمرهم بوحد كمية قليلة هكا كندير شوية دياليزي بينا نحاول نوزعهم وكندير كل وحدة جيفيها هكا حبة ديال الكريفيت باش كل شي ايها كلها صافي غادي نعمرهم كاملين ويكون عندي طبع الفرامس خن من قبل انا الفهد شي كله خدمت في نفس الوقت الحوتر ما عريت عليا يعني طابة تخليت هكا كمزموتا حتى الوقت ديالتقديم باش عريت عليا شوية نشفت وقدمتها كنكبع عليهم هكا هذي كلاببارا ديال كيش اللي صيبنا في الاول وكندير عليهم هكا من الاعلى ديالهم خليط من الاجبان اي نوع متوفر ليكم الحشوة اللي بقت لي ديال الشعرية الصينية فانش سقطرتها وعمرت بها هكا الورقة وغادي نعطيكم واحد لطريقة بنسبة لسيدة هكا اللي كي تحف ورقة من زياناش او لا كتكون بردات ليهم فبنسبة لهذا الورقة انا كنخدم فيها ويا كتقطع حاولت اني نشكلها ومن بعد مباشرة دخلتها المجمد باش ما كتقطعش ليها حتى كنبغي اها كنندوزها في البيض وفي الشابلور عاد باش ديك الساعة كنخرجها كنخرج الكمية اللي بغيت ما كنخلاج الديكونجلا كندوزها في البيض وفي الشابلور وكنا ندخلها عو تاني المجمد حتى الوقت اللي نبغي نقلها هكا كتبقى لكم الورقة وكتكون يعني دابلة كتبقى شادة فراسة وكتبقى ساعتخرج من الحشو سنقلوزهم كيف كتبقهم معايا كامل الكمية اللي بغيت الحسنة ونرجعهم من المجمد حتى الوقت اللي نقل بنسبة الخضر فقطعتها علي شكل مكعبات كيف كتبقوا معايا سلقتها وشحرتها في المليحة واللي بزارة حوة ونبدأ نستطيعها في عويدات حتى الاخردات بمشكلها لأننا نضعهم كعشوائي والطريقة سبق لقدرتها معاكم فجاج معمر وبالزاب ديال البنات ولو كيعتمدوا هذا بفضل من بعد كن أخذ هنا واحد الحباء ديال المكور كنقطعها على الجوج وكلفها في الورق ديال الاليمينيوم وغادي نحتفظ بها حتى هي جانبا غادي نخدم بها فيما بعد حوتة ديالي كنعرع لها بات الشكل هذا مني كتكون نجات فهذا الوقت هذا الدنجال كيف كتشوفه معايا كيكون ناضج غير كنسخنه نشرب هذيك العثارة دياله ويعني ومعلك صاف غير سخنته على نار اللي يمهيله وحطته جانبا باش ندوز دبل التقديم هذوك المرافقات يعني القننتات فكن نخرجهم من المجمد مباشرة للمقلات كنقليهم وطبعا ممكن سيدة شي طيبهم في الفران غير هي القرمشة ديال القليان ما كنديروش هاتش كله نهار كنديروه مارا مرة يعني هكا في العرادات فكنبغوا نديرو شي حاجة اللي كتجي يعني المضاق ديالها كيجي تلقرمشة كتجي أو تنسي حاجة اخر غادي نقليهم وغادي نسقطرهم في الورق النشاف وكندزول التقديم غادي ننفرش كيف كتشوفوا معي الخصص اللي كيكون مغصول ومسقطر كندير هذوك الحبات ديال ملفوف اللي درتهم في الورق الانيمينيوم كنديرهم في الجناب وكنناخد هذوك العويدة ديال شوى كنحيد هذيك طوماتسوغيس حتى ننتكوهم زيان دخلهم عادة كنعودي نرجعها طبعا ممكن تكون عودي كلهم فهكا في الحبات ديال ملفوف عادة بيتودود ديرو فيهم الخضار لكم الختيار غادي ناخد من بعض الكروفات اللي كنت صوتيتوها هتا فاقت اللي ازين خليتو بالقشر ديالو كان نديرو في هذوك ليبئ بوا وكنبدا كانت تكو ما بين هذوك العويدة ديال الخضار حتى هوا كيجي يعاطي الفوليوم وكيجي عاتيه وشانية عاطيه منذر في درقر كيف كتشوفوا معي سوف نزين به الجوانب و ندير الحوتة في الوسط بهذه الطريقة ندفع غرب هذا الورق و من بعد نحيد ذلك الزوائد بالنسبة للمرق فأنا اتشربت ولي مكانش بقالية فيه بزاف ولكن إلا بقاليكم ممكن تختروا على النار و تسقيوا به الحوتة ندير ذلك سليلة في الجناب و ندير فيهم القنطات سوف نزين ركب على حسب كل واحد و الرغبة دياله سوف نعطيكم تكلفة بالنسبة للحوتة فالحوتة تقايمت علي ب250 درهم فيها جوش كيلو 800 الكروفيت كيلو اللي درت في الحشوما بين المرافقات وما بالحشوة ديال الحوتة فب110 دراهم نس كيلو تقريبا 60 درهم هذا اللي زينت به و طبعا ممكن كل واحد يدير على الحسب يعني نعطيكم تكلفة اللي تقايمت علي الفتر الاسود 18 الفتر العادي 20 درهم الشعرية دياله الروز 34 درهم الورقة 30 درهم و ما بين تقايمة الخورة تقريبا 100 درهم يعني كلها تقامت علي ب122 و الثمن ديال البيع يعني ما بين 900 حتى 1000 درهم و كل سيدارة تقدر على حسب المنطقة دياله فكنتمنى هاد الوصفة اللي قطلمت لكم اليوم فنالاعجاب ديالكم الى عجباتكم وكملتم معاياته هنا خليوا ليه في التعليقات كنحبكم من القلب و كانتمنى الفيديونا الاعجاب ديالكم خليتليكم الرحام تلقى في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته